موسيقى يا صباح السحة والخير والجمال والشمس هي طال عمى معرحة البل يا صباح السحة والخير والجمال والشمس هي طال عمى معرحة البل صباح الخير مشاهدينا اهلا بكم يوم جديد وحلقة جديدة وصباح السحة والجمال النهاردة يوم الاثنين 2 ديسمبر 2019 وخمسة من ربيع التاني 1441 النهاردة مشاهدينا الفقرة الطبية وهنتكلم فيها عن الانيميا في الفترة الاخيرة اكتشفنا طبعا مهظم الاولاد عندهم انيميا الانيميا دي للأسف ان هي بتأثر على اي نقص خصوصا كمان نقص الحديد نقص الحديد في الجسم بيأثر على التركيز بيأثر على النمو بيأثر على الشهر على الضوافر يعني بنلاحظ اولادنا نلاقي عندهم مثلا كسلانين مش قادرين ان هما يركزوا في المدرسة بنلاقي ان هما عندهم نقص حديد الحديد ده مش متعلق كمان بان الانسان ده تخين او رفاية لا هو الغذى بتاعك بتتغذى ايه الغذى شيء مهم جدا في حياة تعالوا نهرف النهاردة مع بعض اسباب واعراض الانيميا اللي بتقابلنا في حياتنا ومع اولادنا طبعا شيء مهم جدا ان احنا نخاف على صحيتهم مع الدكتور محمد المينيسي استشاري امراض الكبد والجهاز الهضمي والتغذية العلاجية بالقصر العيني مشاهدينا هنروح لفاصل ونرجع نستقبل ضفنة ونكمل حوارنا يا صباح السحة والخير والجمال والشام سيطال عمام معرحتي يا صباح السحة والخير والجمال والشام سيطال عمام معرحتي وارجعنا لكم مشاهدينا ولسا مكملين معاكم وصباح الصحة والجمال ومنتكلم نهاردة عالم الانيميا وان احنا ازاي نحافظ على اولادنا وان احنا ازاي نغذيهم كويس وهنعرف كمان النهاردة اسباب واعراض الانيميا مع الدكتور محمد منيسي استشاري امراض الكبد والجهاز الهضمي والتغذية العلاجية بالقصر اهلا يا صباح الخير يا دكتور محمد اهلا يا شادي اهلا بك شرفتنا ربنا بارك فيك اهلا بحضرتك دكتور محمد في الاخر بقى المشكلة ان انا بلاقي مثلا ابني عنده ما بيركزش تعبان جدا اجا ادور على التغذية بتاعته واجا اشوف هو بيأكل ايه مفيش اي نظام غذائي بيمشي عليه مزبوط فبالتالي بلاحظ ان هو عنده ارهاق وتعب ومش قادر يركز اه بيرجع بنقول ان دي ممكن تكون انيميا لكن هل الانيميا في الاول نعرف مشاهدين ايه هي الانيميا وبعدين نقول انواح لا تما قبل ما نقول الانيميا لو احنا بنتكلم على عرض الارهاق الارهاق ده له 13 سبب في الطب الانيميا احد الاسباب بكل فرحة سواء نقص الحديد نقص فيتامين ب12 سواء نتيجة ان انا باخد دواء نقص يعني يا اما خلال جيني يا اما خلال في كرات الدم الحمراء نفسها في الاكسام بتاعتها يا اما في التركيبة بتاعتها يا حمى الانيميا البحر عبد المتوسط عندنا مجموعة كتير جدا من اسباب الانيميا لكن ده سبب واحد من اسباب الارهاق لكن لو هنتكلم على الارهاق في الاول الارهاق ليه 13 سبب اهم سبب ليه اطراب النوم اطراب النوم يعني فيه ناس بتنام اقل من اللازم فيه ناس بتنام في اوقات مش مزبوطة فيه ناس عندها امراض النوم فيه ناس بتمشي وهي نايمة بتمشي وهي نايمة فيه ناس بتصحى مع كل فقرة نوم النوم ده الدورة بتاعت النوم بتاخد 90 دقيقة وديه اربع مراحل فيه ناس ما بتعرفش يعني بيبع عندها خلل في الفصل ما بين هذه فبيسحى مع كل دورة نوم ده مرض طبعا ده متقيل فيه ناس بتشخر اثناء النوم الشخير ويتوقف نفس اثناء النوم ده كأنه اختنق ده يعني بيسببلك تدخم في الكبد مشكلة في الرئة تدخم في عضلة القلب ممكن يرفع الضغط فعندنا ليه اجزاء للأسف كتير رقم اتنين في في الشعور بالخمول واحنا مش واخدين بلنا منه خلل في الغدى الدرقية الناس اللي عندها خمول في الغدى الدرقية اول علامة ليها الخمول رقم ثلاثة خمول في الغدى الكذرية ده لحسن الحظ انه نادر لكن هو مكتوب في الطب من الحاجات التالتة في العالم كله وفي تقسيمة جديدة حطوه رقم 11 ده الاشهر مرض جهل جون كينيدي فيه منه جزء مناعي فيه جزء نتيجة الدرن بس عشان ما بقاش فيه درن الحقيقة اوئل جدا في العالم كله خمول الغدى الكذرية اللي هو مرض اسمه اديسون ده اول علامة ليه الخمول وبعدين نسود يعني الدنيا بتختلف كتير طيب يا دكتور بقى يعني حتى الاولاد دلوقتي الحديد عندهم نقص حديد في الجسم فازاي نعوضه وازاي نبديهم وكمان نقول في الاول ايه هي الانيميا يعني تعريف الانيميا لمشاهدين ايه عشان يبقوا عارفين هو عندنا عدد من كرات الدم الحمرة وعندنا الهموغلوبين احنا بنعتد بالهموغلوبين اكتر حاجة لان هو ده المقياس الرئيسي فاذا نقص الهموغلوبين على المنسوب الطبيعي 12 ل13 هيبتديه يبقى عندنا بعض الاعراض واهم عرض ليه الصداع والزغلالة العين والشعور بالارهاق والضعف ممكن نصل الى النهاجان وفي كبار السن الموضوع يبقى للأسف الشديد مشكلة مشكلة في القلب لان هي يعني اللي عنده زبح صدري او دي في الشرايين لو عنده نقص الاكسوجين هيبقى عنده مشكلة الحقيقة طيب دكتور انا بلاحظ بقى اعراض نقص الحديد من الجسم عند الاطفال مثلا عند المراهبين والحقيقة احنا مركزين على كلمة الحديد اصلا انا بلاحظة احنا هنا في مصر نقص الحديد بقى موجود في كل الاطفال هو موجود في العالم لان مش ما بقوش يكلوا نظام الغذائي حدثك لو عدت تكلف الدان من الخضار والسبانخ والعسل الاسود الحديد مش هيزيد الحديد له نظام امتصاص بعينه لو في عندنا خلال في المادة لو عندنا خلال في الحمد لو عندنا خلال في معامل ไมهي منظوم ولازم ننظامها ففي حاجة اسمه هيم ايرن ده هو الحديد اللي هو عن طريق اللحوم وده انتصاصه اكثر بكتير جدا من الامتصاص بتاع النون هيم ايرن نون هيم ايرن ده اللي هو الحديد النباتي اللي احنا مركزين معه مع السبانخ والاوراق الداكنة والجرجير والعسل الاسود ده حاجة والامتصاص التاني حاجة ولو احنا بس قعدنا ننتظر ان احنا ناخد الحديد اللي هو عن طريق الطعام لو احنا عندنا انامي حنقعد سنين انتي حتى لما تاخدي الدوة الاقراص وهذا الكلام على مسؤوليتي علشان ترفعي نسبة بعينها من الهموجلوبين على الاقل هتاخدي ثلاث شهور من الاقراص لو اخدت دوز الكاملة امتصاص الحديد بيتحسن معه بيتحسن مع فيتامين سي الاخذية الغنية فيتامين سي بيقل مع اللبن بيقل مع البقول كلها وكل الحبوب بيقل عشان كده لازم الحديد يبقى مع بطن فاضية او مع فيتامين سي لو احنا هناخد اقراص طب يا دكتور ما تدينا حديد عن طريق الحؤن احنا لو صلحنا الحديد عملنا حاجة ان ما يطلق عليه النسبة للجسم محتاجها فبعد ست اسابيع الهيموجلوبين هيزيد لو هو كان عشرة او لو كان تماني هيبقى عشرة بعد ما ندي جرعة الكاملة عشان فيه ناس يقولك انا هاخد حديد ما هي بيه يا دكتور في الاول وفي الاخر برضو عشان نبسط لمشاهدينا ان انا ابني اعرف ازاي ان هو عنده نقص حديد انا هعمل له تحليل يعني ما فيش اعراض بيتبنى عليه مثلا ده وفره ده كلمة حديد حدث فيه سنة تلاتين ده سنة تلاتين من القرون الماضية كلام ده مش هو ده اللي احنا بنركز فيه خالص الدنيا تغيرت اعراض نقص الفيتامينات وعراض نقص المعادن اختلفت تماما وانا مش محتاج ان انا دور على الحديد بهذا الشكل انا الولد عنده ارهاق هندور في تلاتاشر سبب مش هدور على الانيميا بس الستة اللي شعرها بيقع مركزة مع الحديد الحقيقة الستة اللي شعرها بيقع تركز في امان واسد وتركز في حاجات تانية خالص لكن ان احنا بنمسك في الحديد يقولك منسوب الحديد والفريتين نقص دي جمل الحقيقة حتى لما ستتبقى حامل يعني فما قلنين ديها فوليك اسد كتير بقى عشان تعوض لا يا حبيبتي الفوليك اسد الفوليك اسد ده مهم لمنع تشوهات الاجنة لو قدرنا لو هي عندها الحمل بلاند هناخد الفوليك اسد ده في اول تلات ما قبل الحمل وفي اول تلات شهور من الحمل مزبوط ونديها تغذية عشان نقول بردن واذا قلنا انها هتفقد ونديها في الجزء الثاني الحديد علشان تدي مخزون حديد للطفل لان الطفل لما بيتولد ما بندلوش اغذية فيها حديد مخزون الحديد بتاع الطفل بيخلص في ست شهور اللي هو اخده من الام اللي احنا اديناها الفيتامين بتاعه على هذا المدار اللي هو من الثلات شهور التانيين من المرحلة التانية من الحمل الاعراض بتاعت الانيميا اللي هي الانيميا بالحجم فيه انيميا كرات الدم الحمرة بتاعتها زغيرة فيه كرات الدم بتاعتها طبيعية فيه كرات الدم الحمرة بتاعتها كبيرة بتاعت اللي هي كرات الدم الحمرة الكبيرة دي اللي بنسميها الانيميا الخبيثة دي بتبقى نتيجة خلل في فيتامين بيتناشر والفوليك اسد الأنيميا اللي هي بتاع المايكرو سيتيك اللي هي الصغيرة بتاعت لكن فيه أنيميا بتاعت مرض مزمن واحد عنده كلا مزمنة واحد عنده خلل في الغدة الدرقية واحد عنده خلل في الكبد واحد بياخد دوة يأثر على هذا الكلام يعني بعضها دوية السرعة بتأثر على هذا الكلام يعني فيه بعض الأمراض بتجيب أنيميا بتؤدي إلى الأنيميا دي حقيقة وبنقدر نفرق بينهم بالاختبارات المتاحة دلوقتي فيه أمراض فيه إن كرات الدم الحمرة بتنفجر قبل معدها يعني كرات الدم الحمرة دي خلية عمرها 120 يوم بدون نواة دورها إنها تنقل الأكسجين وتحافظ عليه يعني الحفاظ على فكرة أكسادة فيه إن المدخنين كرات الدم الحمرة عندهم هتزيد اللي عنده خلل في الكلاح يبقى عنده أنيميا يعني الناس عندهم فشل كلوي بيبقى عندهم خلل فيه يعني النوع من أنواع اللي هو الهرمون اللي بيساعد على هذا الكلام فالمنظومة أكبر من فكرة أكيالي ابنك حديد إن أنا أركز في حاجة واحدة لازم في مجموعة لازم نركز ما ينفعش أو ما ينفعش نقول إن اللي بيضع يعني اللي عندها تسقط شعر نقول إن ده عندها نقص حديد ده الشعر ده بيمر بسحنا يا دكتور محمد برضو حقيقي والله بجد ما بقناش نأكل الأكل فعلا المغزي اللي هو حتى يدينا نظارة اللي هو من وجهة يعني كل الأولاد يأكلوا بقى الأكل من برة والحاجات بقى اللي هي مش مغزية جداً ما بقاش فيه إنه هو نظام حتى غزائي لنا إنه هو إنهم يستعدوا يبقوا أسكية حتى في المدرسة ده عندهم الشوم شاحب جداً عدم تركيز بطريقة فضيحة ده ألم الأمة ده يا شي حاجات كتيرة والله بنقابلها لا يا حتى طيب لا لنشوف إحنا ما نركز في هذه الجملة فيه تغزية للحوامل فيه تغزية للمريد النقرس فيه تغزية للمريد السكر فيه تغزية لمريد الضغط يعني الداش دايد دا لمريد الضغط فيه تغزية للأطفال فيه تغزية نمو فيه تغزية اللي هو بيبني عضلاته فيه تغزية لكل هذه الأشياء لكن إن إحنا نتكلم على الإطلاق فيه تغزية لمنع الكانسر يعني فيه 3% من البشر محكوم عليهم بالكانسر فيه تغزية لمنع الكانسر ففيه لكل حاجة ما ينفعش إن إحنا نخليها عامة يعني طيب ناخد الأستاذة عبير معنا ونكمل حوارنا أهلاً صباح الخير عبير من سهاج صباح النور أهلاً بيك أهلاً بحضرتك تفضلي حبيت ولا يا دكتور أنا كنت بس عندي سؤال أنا رب رد وباخد يعني فاتح شهية وكذا يعني فأنا مش عارفة يعني هو دا لي ضرر على إذن يعني ولا حاجة أنا مش عارفة أنا محترر أنت عارفة اسم فاتح الشهية ولا مش عارفة أيوه عارفة ممكن أقوله على الأول قوليه مفيش مشكلة اسمه تريا كتير ماشي حبيبتي حاضر عينينا طيب يا عبير شكراً على التصالك يا حبيبتي كل الأدوية اللي هي من عائلة هذا الدواء اللي هي فاتح الشهية ممكن تدينا نوع من الخمول يعني مش حاجات عظيمة مش أي حاجة أنا محتاج أكل علشان شكل يدخن أو أراب رب ودي مشكلة عن بتوع النحافة كتير اللي عنده مشكلة النحافة لازم يدور على أسبابها خلل في الغدة الدرقية خلل في أمراض الامتصاص خلل في حساسية الطعام خلل في حساسية الأمح ودي شهيرة جدا أما اللي هم بطبعهم عندهم نحافة يعني اللي احنا بنكلم بها على منسوب الحرق ومستوى الحرق مش كل حاجة نلجأ للدواء في حاجة اسمها نلجأ للتغذية المزبوطة تغذية النحافة لكن إن إحنا نستخدم أدوية للتخسيس فيه أدوية طبعاً النهاردة ناجعة للتخسيس مساء عسابي المساعدة مش لفتح الشعي دواء يعني التحذير عليه موجود على العلبة نفسها إن هذا الدواء يسبب سرطان الغدة الدرقية مرتبط بالمدة والجرعة ما فيش حاجة ما ينفعش تجمعي هواء ومية بس ده المدة والجرعة يعني في حاجة اسمها المدة وفي حاجة اسمها الجرعة لكن ده بمدته وبجرعته ده خالي الدواء ده بستخدم للسكن فيه أقراص طبعاً بتستخدم للتخسيس فيه أقراص بتستخدم لمنع الامتصاص فيه أقراص بتستخدم لمنع الشهية مزبوط بس هل هي بتردع دلوقتي يعني لا ينصح بأي حد هو ده مش هيأثر تأثير مباشر على الجنين ولن يضر الجنين الطفل الرجل لكن وبيفرس في اللبن لكن احنا مش عايزينها ده يبقى يعني الحل السهل اللي هي اللي هي مصرية هي مصرية زي كل المصريين اللي عندهم كل هذه الطبوحات احنا كل اللي احنا نفسينا نتمنى احنا نتكلم على الطب السابت اللي احنا بنيحكيه لك النهاردة ده ده ثوابت يا شهري ده ثوابت طبية وليست أرأى شخصية لا أعبر عن نفسي ولا أعبر عن شخصي نعبر عن الكتاب هو ده الطب اللي احنا بنحكيه احنا بنغير كان زمان عندنا مفاهيم مختلفة تناول الفيتامينات على أطلاق النهاردة بنقول ان تناول الفيتامينات على أطلاقه له ضرر البيتا كاروتين على سبيل المثال اللي احنا بنقول لو خدنا من فدان من الجزر وعدنا ناكل فدان من البيتا كاروتين مش هيجلنا سرطان ده بالعكس ده هيمنع حدوس السرطان وحيحافظ على البرشة وعلى العين لكن لو خدنا أقراص البيتا كاروتين اللي تم نزعها من الجزر الطبيعية وحطناها في كابسولة طبيعية وخدنا البيتا كاروتين لوحده ده مصرطن لرعه هيمنعنا سرطان رعه يأثر على حاجة تانية دكتور مصرطن ففهمه سنة 1998 ان فقط اللي هو هياخد الفيتامينات اللي هو عنده نقص في الفيتامين نقص في الفيتامين ده بنقص عرضي يعني اللي عنده نقص في فيتامين بـ 12 أو نقص في الفوليك أسد أو B1 أو B6 دول بيبقى عندهم مشاكل في الفم عندهم مشاكل في يعني تلاقي عندهم مثلا تعويرة أنجلور سومتايتس تعويرة في في جدار الفم تعويرة في اللسان عندهم مشاكل في في الأعصاب والطراب طرفي في الأعصاب وممكن لو غمض عين ويقعوا في وفي الناس منهم بيجي لهم حاجة اسمها البلاجرا ده بيبقى عنده هرش وبقعة جلدية يعني في في أعراض الكلام ده مش هنشوفه في هذا الزمان إلا للناس اللي عاملة عملية باي باس بصاصين جزء من المعدة أو واحد جاله سرطان لقدر الله وشال جزء كبير لكن مع التغذية الحالية في هذا الزمان يعني اللي عايش في مصر مية في المية على مسؤوليتي مش هنشوف الكلام اللي احنا كنا بنسمع عنه في الكتب زمان الأغذية اختلفت وتوافر الغذاء موجود الناس كانت بتجوع بالـ 18 ساعة وبالـ 20 ساعة يعني العلم كله على فكرة بس إحنا اللي حسن حظنا إن إحنا في هذه المنطقة من العالم ما فيش فيها الكلام ده طيب ناخد معينا ساوسن من فيوم صباح الخير يا ساوسن أهلا بيك يا حبي تفضلي بقول لحضرتك دكتور لو سمحت ياتي عنده خمس سنين وثمان شهور ما شاء الله مسك معادته كده تعبانا الدكتور أعطاله الدواء مش حارفة وشه وغير الدواء بتاع ألم حوالين السر يا حبيبتي أيوة دكتور تمام وبيبقى عنده إسهال ترجيع ولا ما فيش كان بيرجع في الأول وبعدين لا الدكتور قال له بكتيريا أداله أدوية تمنع الترجيع أه حاجة اسمه قال له بكتيريا حلزونية أو جرسومة مع مكروب عشان تملي بيحط إيده في بقه حاجة أعطاله حاجة اسمه إنجينير مدة ضحاوي وترنسنة ترنسنة 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 الألم ده بقاله أدية عنده يا حبيبتي بقاله فترة لا بقاله خمس تيام أربعة تيام بس يا دكتور بس يعني آه معاه إسهال ترجيع حاجة من الألم الأول كان فيه بعدين منع يا دكتور آه دي نازلة معوية وخفت الحمد لله بس وش مغير لها دكتور لما خد الدواء آه ممكن أثر جنيبي للدواء طبعا إحنا مش عارفين ده أو جزء من المرض ممكن تعمل تحليل دم أو حاجة تتأكد؟ آه حتابع الطفل الأول الطبيب اللي يختار مش 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 هنقدر نقولها كده عن طبيب طيب يا سوسن أشكرك جدا يا حبيبتي طيب يا دكتور حضرتك تنصحها بأي حاجة إن هي تعمل دي ده ألم طب يا دكتور لازم تغذي ابنها كويس جدا بعد التعب والحاجات دي يعني آه الأكل شيء مهم جدا في حياتنا يعني حضرتك الأكل المهم إيه بقى ليه يعني تغذيب إيه؟ لا هو الطفل ست سنين تقريبا عنده ألم حوالين السر ألم حوالين السر خدنا له دواء وخفينا ده شيء كويس لكن إحنا عندنا على سبيل المثال عندنا 13 سبب للألم اللي حوالين السر آه يعني أول حاجة النزلات المعوية ودول 23 قصة ما هو الدكتور شخص شخص آه تاني حاجة فيه حاجة اسمها جيب ميكلس ثالث حاجة ألم حوالين السر راح يمين بقى زيدة طيب يا دكتور بس للأسف في الوقت بقى بيخلص يعني خلاص بس إحنا عايزين بقى تقول نصيحة المشاهدين طبعا النهاردة بقى على أساس إن هما يهتموا بنفسهم ولو حسوا بأي أعراض نقص أنيميا يعملوا إيه؟ آه لا هي مش بالأعراض هو لو حنحق ما ما عادش فيه حاجة اسمها بالشكل كده آه لكن إحنا هنروح لدكتور حيفحصنا حيشك حيلاقي عندنا علامات الأنيميا ده البالور الحاجات المحددة آه هيشوف ضوافرنا حيشوف عينينا حيشوف الحاجات دي آه هيشوف شكل البقى فهيبتدي يعمل لنا الفحوصات هيوجهنا ده أنيميا نقص حديد ده أنيميا بيت ناشط ده أنيميا نتيجة تكسير في الدم فيه أعراض للأنيميا اللي هي الشكله بيبقى منغولي شوية ده 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 دي سلاسيميا آه فعندك كذا حاجة للقصة ما ينفعش إن أنا كده الواحدة أعملها أو أخد كده وأنا قاعدة آه أديني فيتامين عشان تسقط الشعر ففيش كلام ففيش كلام ده طبعا بنشكر حضرتك جدني لدكتور محمد وبتنورنا دايما مرسي جدني لعلومات القيمة والجميلة دي شكرا مشاهدينا يا رب تكون الحلقة عجبتكو طبعا بنشكر ضفنا العزيز النهاردة الدكتور محمد منسي استشاري أمراض الكبد والجهاز الهضمي والتغذية اللاجية بالقصر العيني مشاهدينا أشوفكم في موضوعات جديدة وحلقات مختلفة وصباح الصحة والجمال موسيقى يا صباح الصحة والخير والجمال والشمس هي طالع ما ما رحت البل يا صباح الصحة والخير والجمال والشمس هي طالع ما ما رحت البل يا صباح الصحة والخير والجمال والشمس هي طالع ما ما رحت البل يا صباح الصحة والخير اشتركوا في القناة